اشتركوا في القناة التنفيذي للاتحاد ورؤساء المثلية الاتحادات الوطنية التفوق خليل على زميله في المنتخب الاماراتي ولاعب ناري العين عمر عبد الرحمن وعلى اللعب الصيني إزهينغ إزهي حقق فريق الناصر فوزا مهم على منافسه المحرق بثلاثة أشواط دون مقابل وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دور الدرجة الأولى للكرة الطائرة ليرفع الناصر بهذا الفوز رصيل إلى ست نقاط بينما ظل رصيل المحرق خليا من النقاط بعد خسرته الثاني على توالي بنفس النتيجة انفرد فريق البستين بصدارة دور الدرجة الأولى لكرة الغدن بعد فوزه على الملكية بثلاثة هداف مقابل هدفين في ختم الجولة الخامسة من عمره المسابقة حيث جاءت جميع الهداف الشوط الثاني إذ سجل البستين كل منه عبد الرحمن مبارك وحمد سعد الذي سجل هدفين خلال اللقاء يتساوى في صدارة الهدافين بأربعات أهداف مع محمد سعد الرميحي لعب الحد فيما سجل الملكية كل منه سيد هاشم عيسى وسيد هاشم عدن ليرفع بذلك الفريق رصيله إلى ثلاثة عشرة نقطة بينما بغي الملكية على أربع نقاط في المركز التاسع وفي لقاء آخر فجر فريق سترا مفاجأة كبيرة بتعادله في الوقت القاتل مع فريق الحد بهدف مثله وكان الحد قد تقدم بهدف مبكر من محترفه نيجري دايو في الدقيقة العاشرة إلا أن سترا تمكن من خطف التعادل عن طريق المهاجم علي عصفور في الدقيقة الثالثة والتسعين ليرفع الحد رصيده إلى حد عشرة نقطة في المركز الثاني فيما أصبح رصيده سترا عند خمس نقاط في المركز السابع